أكد مندوب مصر دائم لدى الأمم المتحدة السفير أسامة عبدالخالق رفض مصر للتهجير القصري وتصفيت القضية الفلسطينية مضيفا أن رئيس السيسي استضاف الكثير من قادة العالم خلال قمة القاهرة للسلام للخروج من الأزمة وخلال جلسة بالأمم المتحدة دعا مندوب مصر إلى وقف استهداف المدنيين مطالبا في الوقت ذاته بضرورة الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ما أصعب أن نضطر إلى تكرار كل ما تقدم أمام كافة المحافل التي نقشت الأزمة وفي مقدمتها قمة القاهرة للسلام التي استضاف خلالها السيد رئيس الجمهورية الكثير من قادة العالم في محاولة للخروج من هذه الأزمة وبعدها النقاش المفتوح في مجلس الأمن حول الشرق الأوسط أول أمس وثنائيا مع كافة الأطراف الدولية المؤثرة التي تواصلت مع مصر رغم اقتناعنا سيد رئيس أن الحق بين وجلي ولا يحتاج لشرح متكرر أو استفادة لو استخدمنا جميعا مكيالا واحدا لا مكيالي هو مكيال واحد نعرفه جميعا سيد رئيس لا لاستهداف المدنيين لا للإرهاب لا لخرق القانون الدولي الإنساني لا لقصف المستشفيات والمراكز الطبية لا لقتل الأطفال ولا للحصار وقطع الاحتياجات الضرورية للحياة عن البشر ولا للتهجير القصري وتصفية حقوق البشر لا للإبادة الجماعية كل البشر متساول اشتركوا في القناة